يا مجلس القضاء لماذا الفساد باقي بها المؤسسة وأصرخ صار سنوات حيتان فساد كبار نعم حيتان فساد كبار تجرى من أذانه هو والوياه والواقف وياه بالحكومة بالبرلمان بالقضاء بالشارع بالحزب بالكتلة محكمة مداءة النجف الذي غرمت السيد وزير التربية 40 مليون دينار كتعويض للطالبة التي وقعت عليها البنكة من السقف وسببتها أضرار وسببتها نزيف ودخلت بالمستشفى وتعاني من أمراض هذا القرار نوعي مواطن قضاء يعاقب وزير يأخذ منه والله أنا عدد قراءة الخبر أكثر من عشر مرات وأنحني لمحكمة بداءة النجف وللقاضي اللي استطاع أن يغرم الوزير لأنه وقعت البنكة على البنية الطالبة شوفوا هذا يؤشر مدى عمق المأساة التي يعيشها طلابنا في المدارس لكن مثل هذا القاضي ومثل هذا القضاء ليش ما نفتح قضايا طباعة الكتب المدرسية اشقد سولفت بهاي القضايا اشقد أكو فساد بقضايا طباعة الكتب المدرسية اشقد أكو إجرام اشقد أكو بلاوي اشقد أكو بكبار حيتان فساد طلعت وثائق طلعت شهادات حتشينة الفساد اللي صار بيها أوعدن القضاء انه راح يجيبون الجماعة يخضعوهم للمحاسبة وبالاسبوع الماضي ايضا قدمت حقائق ليش ردوا الولد من جديد على طباعة الكتب المدرسية في لبنان حسد طول هذا السيد القاضي المبجل اللي حكم وزير التربية وهذا القطيع الضال في قضية طباعة الكتب المدرسية انجر للقضاء ونسوي لمحاكمة ومالات الطلاب والمدارس وفلوس الوزارة والوزراء السابقين والحاليين والذين أسبقوا منهم نخضعهم بالقضاء ولوليد المسؤول عن هذه الصفقات نذب بالسجن إذا كان مذنب ليش هذا الملف بالذات يا سادة يا كرام يا مجلس القضاء ليش الضم ليش بحد يجيبها سيد رئيس هيئة النزاهة المحترم الأستاذ المحترم علاء السادي الأستاذ الكبير رئيس مجلس القضاء المحترم من أجل من ولمن ولماذا يخفى ملف طباة الكتب المدرسية هسا بدت المدارس روح طب وشوف الكتب هسا ماكو غير لبنان ماكو غير هاي الشركة ليش الفساد باقي بهاي المؤسسة وأصرخ صار سنوات ليش ما حد يفتح ملف طباة الكتب المدرسية أكبر أنس كبار حيتان فساد كبار نعم حيتان فساد كبار لكن ماكو واحد أكبر من القانون وأكبر من الحق وأكبر من أذية الناس شنو كبير كبير بيش شنو تواريخهم منين كانوا منو هسا بغض النظر احنا ما ردنا أخذ من نمره بس جرة من أذانه هو والوياه والواقف وياه بالحكومة بالبرلمان بالقضاء بالشارع بالحزب بالكتلة افتحوا لي هذا الملف أو تنطوننا مبررات ليش هذا الملف لا يفتح عمب العراق زلم مثل هذا القاضي اللي يقل تدفع أربعين مليون ويغرم وأتمنى من السيد القاضي وأتمنى من عائلة الطالبة أن نبقى على اتصال أريد أن يرى السيد الوزير يطل وما يطي إذا يطي فهو نفذ القانون وإذا ما ينطي فعلى القانون أن يأخذ حق هذه الطالبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر